الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجفي وكربلاء ومن يتفرع عنه لقد كذبوا علينا وخدعونا من أن الأمة قد صلح حالها بعد الحسين بينما حقيقة الأمر أن الأمة قد ارتدت وضلت وذهبت في تيهها وضياعها وعدم توفيقها إلى أبعد الحدود وسيبقى حالها هكذا حتى ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقد شرعت في تطبيقات ووصلت إلى التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني وهذا هو الجزء الثاني من التطبيق الثاني في الحلقة الماضية لم أتوقف طويلاً عند الفيديو الذي اعتذر فيه رشيد الحسين عن إساءته بحق أمير المؤمنين ما اعتذر به كان قبيحاً جداً أشرت إلى بعض قباحة اعتذاره في الحلقة الماضية فيما يخص ما نسبه من مضمون قول جاء في آية من سورة يوسف ما نسبه إلى يوسف النبي مر الكلام في هذا ولا أريد أن أعيد شيئاً مما تقدم لكنه وهو يسجل اعتذاره محاولاً أن يثبت مقاصده الصحيحة فمن جملة ما استدل به ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى هو في فيديو الإساءة لأمير المؤمنين لم يشر إلى هذا الكلام صحيح قال من أن الأمير قد روض شيطانه لا أريد أن أقف عند كل حرف عند كل كلمة وأورد هذا الكلام لتوضيح موقفه هذا الكلام جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف كان والياً له على البصرة أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف إنه الكتاب الخامس والأربعون من كتب الأمير بحسب تسلسلها في قسم الكتب والكتب هي الرسائل أما بعد يابن حنيف فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدوبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان إلى آخر ما جاء في رسالة أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف في هذا السياق والأمير يقدم النصيحة لعثمان بن حنيف ولشيعة عموماً ويرسم لهم برنامجاً تعليمياً فجاء كلامه في هذا السياق وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى هذا الكلام إذا نسبناه إلى أمير المؤمنين بنحو مباشر فهذا انتقاص من سيد الأوصياء لكن الرجل مشبع بالثقافة الناصبية فإنه يجد هذا كمالاً من كمالات أمير المؤمنين سيد الأوصياء جاء بهذا الكلام تعليماً مثلما جاء الحسن والحسين أيام رسول الله حينما كان صغيرين ورأي شيخاً كبيراً من المسلمين لا يحسن الوضوء فقال له يا شيخ نريد أن نتوضأ أمامك وأن تحكم على أين هو الأحسن وضوءاً توضأ الحسن على أحسن وجه وتوضأ الحسين على أحسن وجه فقال هذا الشيخ الكبير أنا الذي لا أحسن الوضوء أنتما تحسنان الوضوء أنا الذي لا أحسن الوضوء فالإمامان الحسنان إمامان إن قاماً وإن قعداً في كل أقوالهم في كل أحوالهم منذ أن ولدوا وإلى أن استشهدوا صلوات الله عليهم هذا الأمر الذي قام به كان أمراً تعليمياً كان أمراً بأسلوب التمثيل والتقريب في كي يستطيع أن يعلم هذا الشيخ الكبير الوضوء الصحيح وإلا فهما ليس بحاجة للذي فعلاه وإنما الحاجة حاجة حاجة ذلك الشيخ الكبير القضية هي هي هنا أمير المؤمنين لا يرود نفسه الذي يرود نفسه أنا ورشيد وأنتم سيد الأوصياء أعلى منزلة وأعلى رتبة من أن يرود نفسه أيه منطق هذا هذا منطق منهج النجف وهذا الرجل في مقام الاعتذار وقد هيأ كلامه على أحسن وجه بحسب ما يعتقد المشكلة ليست فيه المشكلة في المنهج الذي هو عليه لو بقي مليون سنة سيبقى يتكلم كلاما عاثرا كل كلامه من أوله إلى آخره بغض النظر عن أخطائه النحوية واللغوية والأدبية والبلاغية كل كلامه ليس صحيحا بحسب موازين بيعة الغدير بحسب موازين ثقافة العترة الطاهرة لكنه ماذا سيصنع لنفسه وهو معبأ بهذه القذارة المرجعية الناصبية مراجع النجف لا يفقهون ما يقوله محمد وآل محمد علي صلوات الله عليه حين يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا فمنذ متى كان يروض نفسه هل حينما كان مع الأنبياء باطنا أم حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا علي صلوات الله وسلامه عليه نفس رسول الله فهل أن رسول الله بحاجة إلى أن يروض نفسه أي منطق هذا هؤلاء هم أولياء النعم فكيف يروضون أنفسهم هم سادة الفيض إذا كانوا يروضون أنفسهم هذا يعني أن الفيض في حالة تردد عند صدوره هؤلاء هم خزان الله على علمه وعلم الله مخزون في ذواتهم فكيف يروضون أنفسهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كيف يحصى كل شيء فيهم وهم بحاجة إلى أن يروض أنفسهم هؤلاء قد طهروا طهارة كاملة من الرجس بكل أشكاله وأصنافه وأنواعه فكيف نتصورهم أنهم يروضون أنفسهم أي منطق هذا هذا الكلام جاء بلسان التعليم فالإمام هنا يعطي درسا تعليميا تمثيليا تقريبيا لعثمان ابن حنيث ولي ولكم فإن هذا الكلام سيصل إلينا نحن الذين بحاجة إلى أن نروض أنفسنا أما أمير المؤمنين فهو منزه عن ذلك أما منطق هذا الرجل هذا منطق منهج النجف إنه منهج نحصبي وسخ قذر رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه رشيد عن هذه النقطة وأنا في الواقع خطأي وين خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر فخطأ وسبق لسان ولكن كلام الآخر وهو وما بل إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير المؤمنين ماذا قد اعتراه الشيطان إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر مسيطر على نفسي فإذا مسيطر على نفسي يعني ما هناك شيطان يعتريني فإذا هناك خطأ خطأ مني وأنا اعتذر إلى أمير رموني صلى الله عليه وانت لان توضع عليك أن تعتذر إلى أمير المؤمنين يا رشيد من غبائك أولا ومن جهلك ثانيا ومن نقضك لبيعة الغدير ثالثا ومن سوء أدبك وعدم فهمك لكلام أمير المؤمنين وعليك أن تعتذر إلى أمير المؤمنين من اتباعك لمراجع السخف وسفاهة في النجف الذين علموك هذا السخف وعلموك هذه القذارة التي تتحدث بها لو دققنا النظر فيما قاله أمير المؤمنين فماذا يقول في كتابه لعثمان ابن حنيف وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لماذا لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر فهل أن علي الذي هو أمان الخائفين في الدنيا والآخرة يحتاج أن يروض نفسه كي يأتي آمنا يوم الخوف الأكبر هذا أنا الذي أحتاجه وأنت يا رشيد أنتم تحتاجون إلى ذلك نحن نحتاج إلى هذا سيد الأوصياء هو الحاكم السلطان في يوم القيامة وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وماذا بعد وتثبت على جوانب المزلق المزلق هو اسم من أسماء الصراط الجسر الممدود على جهنم فهل أن أمير المؤمنين يخاف المرور على الصراط وهو الحاكم على الصراط لا يجوز أحد على الصراط إلا بسك من علي صلوات الله وسلامه عليه وهو الواقف على بوابة الصراط الكلام واضح وصريح جدا لكننا ماذا نصنع لغباء هؤلاء هذه هي مرجعية السيستاني هذه هي مرجعية النجا هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم هو يقول أنا لا يزايدني أحد في ولاية أمير المؤمنين ماذا تفقه أنت من أمير المؤمنين يا أيها الغبي مرة تنسب إليه كلام أبي بكر وأخرى تنقض بيحث الغدير وتفسر الآية التي جاءت في سورة يوسف من أنها على لسان يوسف اتباعا لتفسير النواصب ونقضا لبيعة الغدير وفي تفسير علي وآل علي جاء المضمون على لسان امرأة العزيز على لسان زليخة والسياق القرآني واضح جدا في ذلك وأحاديثهم التفسيرية صريحة في ذلك فماذا تفقه أنت من ولاية أمير المؤمنين وماذا تعرف من العقيدة الصحيحة بمقامات أمير المؤمنين وأنت تنسب قولا في مقام التعليم للشيعة إلى سيد الأوصياء وإلى الأئمة أيضا مشكلتك يا رشيد هي هذه من أنك لا تدرك أنك على منهج ناصبي قذر إنه منهج مراجع النجف إنه منهج السستاني إنه منهج الخوعي إنه منهج محمد باقر الصدر إنه منهج مرتضى الأنصاري إنه منهج الشيخ الطوسي هذا هو المنهج الذي أنت عليه والذي عليه مراجع النجف منهج ينتقص من محمد وآل محمد أنت قد هيئت نفسك وأعددت نفسك ورتبت الأمر مع الذي يحاورك وهو يشاركك في الحديث وواضح هذا على لغة الجسد عند المحاور وعندك وهذا هو الذي جئت به جئت بما هو الأقبح لماذا هل أنت تريد أن تعتذر بما هو الأقبح قطعا لا لكنك على منهج مهما فعلت مهما فعلت فإنك لن تأتي بشيء صحيح لأن المنهج الذي أنت عليه ولأن الثقافة التي أنت عليها هي ثقافة ناصبية قدرة هذا هذا هو منهج علم الكلام الطوسي هذا هو منهج المعتزلة عقائد مراجع النجف عقائد المعتزلة ثقافة مراجع النجف ثقافة المعتزلة مراجع النجف لا صلة لهم بثقافة علي وآل علي مثل ما قال لهم صاحب الزمان مذجنح كثير منكم والآن جنح كلهم مذجنح كثير منكم هذا في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة نحن الآن في سنة ألف أربعمائة وثلاث واربعين الجميع جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأنت تطبيق من تطبيقات هذا المنهج الضال فأنت المبلغ الرسمي للسستاني فماذا ستبلغ تبلغ ثقافة السستاني تبلغ دين السستاني وثقافة السستاني ثقافة الناصبية ودين السستاني دين ناصبي كحال الخوئي كحال محمد باقر الصدر كحال بقية المراجع الذين ماتوا كحال المراجع الذين في هذا الزمان والذين سيأتون الكلام الكلام ينطبق على الأموات والأحياء هذا هو واقع حوزة النجل فكلام الأمير هنا في مقام التعليم وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى يعني يا عثمان ابن حنايف إذا أردت النجاة يوم القيامة والمرور على الصراط فعليك أن تفعل هذا وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر فإنني حين أسمع هذا الكلام فأقول إذا كان أمير المؤمنين يطبق الكلام على نفسه هذا فمحه لي أنا لكنني أعلم أن الأمير إنما يفعل هذا وينتقص من نفسه لأجل أن يعلمني مثلما انتقص الحسنان من أنفسهما وبينا للشيخ من أنهما لا يستطيعان أن يشخص الوضوء الأفضل فطلب من ذلك الشيخ الذي لا يحسن الوضوء أن يحكم على وضوئهما إنهما انتقص من أنفسهما هذا الانتقاص إنما هو نحو من أنحاء التضحية بالنفس فمثلما قدم الحسين جسده أن يداس تحت حوافر الخيول ما قيمته أن يكون في مقام انتقاص لنفسه لكي يعلم هذا الشيخ هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس والجود بالنفس أقصى غاية الجود هذا مصداق من مصادق الجود بالنفس ولكن هؤلاء لا يفقهون لا يفقهون ثقافة العترة هؤلاء لا يفقهون ثقافة العترة في كل اتجاهاتها إذا أردنا أن نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة بتدبر ففي كل حرف من حروفها رفض لهذا المضمون في كل حرف من حروفها رفض لهذا المضمون ولايتهم التي هي جزء من آثارهم هي التي تطهرنا بدرجة أعلى من هذا التطهير وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى عملية الرياضة عملية تدريجية بينما حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وَجَعَلَ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِلْ خَلْقِنَا إنها إنها تأتي دفعة واحدة مرة واحدة إطلاقة واحدة من دون تدريج إذا كانت آثارهم تفعل هكذا فكيف سيكون الحديث عن ذواتهم فولايتهم التي عندنا هي آثارهم عندنا ما هي بولايتهم التي عندهم وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم ولايتهم التي عندنا هي من خصائصنا وليست من خصائصهم إنما هي من آثارهم ولايتهم عندهم لا تخرج منهم لولايتهم آثار جزء من آثار ولايتهم ما عندنا من ولايتهم فهذه الآثار التي هي بعيدة عن ذواتهم تفعل هكذا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا دفعة واحدة وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا هذه تأتي بإطلاقة واحدة أما أنني أرود نفسي بالتقوى فهذه عملية تدريجية فكيف يصدق هذا على أمير المؤمنين يا شيعة علي وحق علي ما هكذا علي ما هكذا علي ما هكذا ما هكذا علي هذا أنا هذا أنا وإنما هي نفسي أرودها بالتقوى هذا أنا لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق على جوانب الصراط هذا أنا هذا أبي هذا جدي هذه أمي هؤلاء نحن وحق علي ما هكذا علي لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الجهال وهؤلاء الحمير حينما أصفهم بأنهم حمير تعترضون علي القرآن وصفهم بأنهم حمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما هو مثلهم إنه الحمار يحمل أسفارا وهؤلاء يحملون المعلومات ولكنهم لا يفقهونها لا يعرفون حقائقها والمشكلة ليست فيهم المشكلة في مراجعهم مراجعهم هم الذين علموهم هذا الاستحمار والمشكلة أيضا ليست في المراجع أنفسهم وإنما في المنهج الاستحماري الذي هم عليه هذا هو واقع الشيعة وواقع مراجع النجف وكربلاء وواقع أصحاب العمائم الذين يقدمهم لكم السيستان حتى تأخذ دينكم منهم من هؤلاء تأخذون دينكم لا يعرفون عقاعدهم وحينما يهيئون أفضل ما عندهم يقعون في أسوأ ما هم عليه هو يتصور أنه يحسن فيما يقول ويحسن في اعتذاره وهو بالضبط مثل ما نقول في الأمثال الشعبية مثل بولي لبعير يرد لي وراء بولي لبعير هذا المنهج أعواج وذيل تشلب ما ينعدل هذا المنهج ما ينعدل منهج الطوسي ما ينعدل والظلون يا رشيد ويا أيها السستاني ويا همراجع النجاب ويا أصحاب العمائم في حوزة الطوسي الظلون مثل ذيل تشلب عوجان ما تنعدلون ما دمتم على منهج الطوسي وهذا مثال حسي قدمته بين أيديكم صدقوني كل كلمة إذا أردت أن أناقشها من الكلام الذي قاله رشيد ومن الكلام الذي قاله أحمد العلياوي كل كلمة ما هي بصحيحة تختلف مع منطق علي وآل علي ما العلياوي هو يردد ما يقوله رشيد يحاول أن يؤكد أقواله فالإثنان في السلة نفسها إنه الهراء والخراء العقائدي الذي عليه مراجع النجاف والذي عليه حوزة النجاف هذه هي الحقيقة من الآخر وابحثوا في كلامي إذا وجدتم شيئا ليس صحيحا فصححوه لي وانصحوني وعلموني نذهب إلى أفصل ترجمة نانسي زيارتك مولاي أو جب من صلاتي هي الحياتي بس خدمتك زيارة أخذ كل عمر وانقل زيارة حياتي حياتي بدونك ما أحش حيما الحياتي الصلاة إذا ما زورك اشتفع صلاة أسيرك بانتظار صورة أخرى من صور جهلي هؤلاء يقدمونه في الفضائيات كي يجيب على أسئلة أتباعهم كي يجيب على أسئلة الشيعة وهذا هو أحسن ما عندهم سائل يسأله عن دفن إمام زماننا بعد وفاته بعد استشهاده من الذي يدفنه خصوصا وأن الأحاديث تقول من أن الوصي لا يليه إلا الوصي لا يقوم بدفنه بتجهيزه إلا الوصي فالإمام فالإمام لا بد أن يدفنه فالإمام لا بد أن يقوم بدفنه إمام أيضا هذا هذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة ومن هنا السائل يسأل رشيدا هذا عن الذي سيقوم بدفن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه يجيبه إجابة ليس لها لا من عين ولا من أثر في أحاديث العترة الطاهرة يجيبه إجابة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية من جاب الصفحة لماذا لأنه جاهل بمعرفة إمام زمانه جاهل بشؤون إمام زمانه جاهل بثقافة العترة الطاهرة جاهل بأحاديثهم وسيرتهم وسننهم هكذا يقول واقع الحال هذه المسألة غير متضحة أعرضوا لنا الفيديو الأخ حامد تفضل السلام عليكم السلام مولانا بارك الله بارك الله سيدنا عندي سؤال سيدنا تفضلوا السؤال الثاني بخصوص الإمام الإمام عندنا معلومة أنه ما يدثنا إلا إمام زيني الإمام المهد عزل الله فرجل الشريف إذا ظهر جاهل راحل إثنان الإمام غير 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 متضحة بشكل حتى يقول بضرس قاضع أنه سيدفنه كذا أولا الإمام هو خاتم الأئمة الإمام خاتم الأئمة وتنتهي الإمام الإثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عزل الله تعالى فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده من بعده مو من قبله أكو كلام أنه مهديين قبل الإمام لا المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه و ولايته وما يترتب على دولته المباركة لذلك الإمام ليس من بعده إمام لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة و نعم من يتفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عزل الله تعالى فرجه الشريف كذاب 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 لا وجود لهذا الكلام في أحاديث العترة مطلقا مطلقا من أين جئتنا بهذا الكلام من أن الذي يدفن الإمام الحجة هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد إمام زماننا من أين جئت بهذا الهراء ثم أنت جاهل كيف تقول من أن المسألة غير متضحة بحيث لا يستطيع أحد أن يقول بضرس قاطع من أن الذي سيقوم بدفن الإمام هو فلان أنا سأقول بضرس قاطع لا من علمي الخاص ولكن من أحاديثهم التي حدثتنا بضرس قاطع وأنا سأتيك بمجموعة من المصادر التي هي في مكتبتك أنت لكنك لا تقرأ ولا تفقف الحديث وإنما تتعلم من هؤلاء المراجع الثولان الغبران هذا هو الكاف لا أقرأ النصوص لأن الوقت يجري سريعا سأذكر أسماء المصادر مع أرقام الصفحات فقط الكاف الشريف الجزء الثامن دار التعارف للمطبوعات صفحة مئة وسبعين حديث ميتان وخمسين فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي هذا كلام وطع وبضرس قاطع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين إنها بدايات الرجحة العظيمة التي لا يعتقدون بها هؤلاء ولا يعرفون أسرارها لغبائهم لجهلهم لسخفهم لهذا المنهج الذي وصفته قبل قليل بأنه راح يبقى أعواج ومثل ذيال الشلب يبقى أعواج ما ينعدل وما زالوا هم على هذا المنهج راح يظلون مراجع النجف مثل ذيال الشلب ما ينعدون يظلون وهذا أمامكم المنطق هذا منطق المبلغ الرسمي للسيستان فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله هذا هو بضرس قاطع يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصي إلا الوصي فأن تقول من أن المسألة غير متضحة هذا سخف وجهل واضح ولماذا يجلسونك كي تجيب على أسئلة السائلين لأن الذين أجلسوك لو جلسوا في مكانك لكانوا أسوأ منك أنت أفضل ما عندهم وهذا أفضل ما عندك وهذا تفسير العياشي الجزء الثاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 304 الحديث العشرون لا أجد وقتا لقراءته المضمون هو هو من أن الذي سيلي أمر الحجة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا مختصر بصائر الدرجات وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 165 رقم الحديث الذي يبدأ في صفحة 164 38 وكذلك الحديث الأربعون يأتي من بعده والأمر هو هو أشير إليه في صفحة 460 مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي وهو اختصار لكتاب سعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي وهذه طبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 278 الحديث الذي رقمه 7 والذي يبدأ في صفحة 277 والكلام موجود في صفحة 278 هو هو الكلام الذي جاء في الكاف الشريف في الجزء الثامن من أن الحسين هو الذي سيلي أمر الحجة ابن الحسن إنها الرجعة العظيمة وبقية المصادر هذه سأشير إليها بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن الويل للعصاة الفساء لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل محجورا وغودر الحق إذ قهرتا مقهورا وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتمزيل والتأويل وظهرا بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل موسيقى 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 بالتوقيت المحلي لمدينة لندن موسيقى كنت أشير إلى المصادر التي ورد فيها ذكر أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي سيلي سيلي تفن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ذكر ذكرت لكم الكافي في الجزء الثامن وذكرت لكم تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية في الجزء الثاني وذكرت لكم مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي وهو مختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم وذكرت لكم تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي في الجزء الأول وهذا الجزء الرابع من نور الثقلين جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية للمحدث الحويزي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان جاء ذلك في صفحة مية أو خمسة وخمسين إنه الحديث السابع والسبعون المضمون هو هو من أن الذي يتولى دفن إمام زماننا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الجزء الرابع من تفسير البرهان جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة خمسمية وخمسة وثلاثين الحديث السادس وهذا حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار أيضا لنفس المؤلف لهاشم البحراني مؤسسة المعارف الإسلامية وهذا هو الجزء الخامس صفحة أربعمية وأربعة وعشرين الكلام هو هو بعينه الذي يتولى أمر دفن إمام زماننا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة أربعة وتسعين في آخر الحديث مية وثلاثة وكذلك عوالم العلوم للمحدث البحراني والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة هذا هو الجزء الرابع من مجموعة عوالم الإمام المهدي صفحة 346 الباب التسعون أورد المضمون نفسه وكذلك في صفحة 506 أورد المضمون نفسه وفي إلزام الناصب وفي الإيقاظ من الهجعة وفي وفي هناك الأعداد الوفيرة والكثيرة من كتبنا الحديثية القديمة يتوفر فيها هذا المعنى وهذه جملة من هذه المصادر إن لم تكن كل هذه المصادر في مكتبة رشيد وفي المكتبات التي يستعين بها قطعا بعض هذه المصادر موجود لكنهم يعانون من مشكلة مع حديث أهل البيت جهل مطبق ومطبق على عقولهم هذه القضية ليست خاصة برشيد حتى بالمراجع الذين ينتمي إليهم يعانون من جهل مطبق ومطبق بحديث أهل البيت ويقولون من أنهم رواة حديثهم لو كانوا رواة حديثهم فأين هو حديث أهل البيت على ألسنتهم وأين هو حديث أهل البيت في كتبهم وأين هو حديث أهل البيت في فضائياتهم وأين هو حديث أهل البيت على ألسنت الذين ينصبونهم كي يجيبوا على أسئلة أتباعهم ألا يفترض أن حديث أهل البيت سيظهر واضحا على ألسنت هؤلاء الذين يمثلون مراجع النجاف فأين حديث أهل البيت على ألسنتهم وهم لا يحفظونه ولا يفهمونه وليسوا مطلعين عليه وإذا ما أجابوا يجيبون من جيب الصفحة قارنوا بين ما أقرأه عليكم وبين ما أجاب به رشيد سأعيد بث الفيديو هذا جواب الأئمة هذا حديث الأئمة هذا جواب رواة الحديث المهسونيين من أمثال كما يصفونهم هؤلاء السفلة من السيستانيين ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين بعد رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصية إلا الوصي قارنوا بين هذا المنطقي الواضح والصريح والبين والذي هو جواب بضرس قاطع وبين ما يقول رشيد من أن واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى واحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا هذا كلام رشيد إلى أن يقول من أن من يدفنه المهدي الأول من المهديين والله لا يوجد حرف واحد من هذا الكلام في حديث أهل البيت أتحداه وأتحدى سستانيه أن يأتوا بجملة واحدة فيها هذا الكلام من أن يأتوا بجملة واحدة فيها هذا الكلام من أن الإمام الحجة يقوم بدفنه المهدي الأول من المهديين الذين يأتون من بعده لا يوجد كلام ولا يوجد لفظ ولا توجد جملة بهذا المضمون في كل حديث أهل البيت الموجود في حديث أهل البيت هو هذا الذي قرأته عليكم وحدث وحدثتكم عنه قارنوا بين هذا وبينما يجيب متمشدقا أكأنه يعرف الحقائق أنظروا أنظروا إلى لغة جسده يجيب وكأنه هو المتسلط على الأجوبة لماذا لأن المرجعية هي التي أعطت له هذه الولاية ولأن شيعة الحمير هم الذين يصفقون له ويأخذون دين الحمير من ما هذا هو دين الحمير أجوبة لا حقيقة لها ولا صلة لها بدين محمد وأهل محمد شيعة حمير وهو يعلمهم دين الحمير رجاء أعيد الفيديو الأخ حامد تفضل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام مولانا بارك الله بكم بارك الله بسيدنا لدي سؤال سيدنا تفضلوا السؤال الثاني الخصوص للإمام الإمام عندنا معلومة أنه ما يدثنا إلا إمام زال الإمام المهد عز. الله فرجر الشريف إذا ظهر جاهل راحي دهنا الإمام الإمام لا يدفنه إلا إمام موتي صح يا سيدنا زال الإمام المجدى عبدالله فرج الشريف إذا ظهر إلا إمام مات أو استشد ياه الراحل إثنان أحسنتم جزاكم الله خير بارك الله بكم يقول مسألة الإمام يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام فالإمام الحج منه اللي راح يدفنه واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى لو أحد يقول بضرس قاضع أنه سيدفنه كذا أولا الإمام هو خاتم الأئمة الإمام خاتم الأئمة وتنتهي الإمام الإثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده من بعده مو من قبله أكو كلام أنه مهديين قبل الإمام لا المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة لذلك الإمام ليس من بعده إمام لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة ونعم من يتفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف المشكلة ليست في خطأ واحد أو اشتباه واحد المشكلة في المنهج كله من جهة أولى ومن جهة ثانية المشكلة عند رشيد نفسه أخطاؤه واشتباهاته لا تعد ولا تحصى وسبب جهله وسبب عدم معرفته بثقافة العترة الطاهرة وهذا ما هو حاله لوحده هذا حال كل وكلاء السستاني وكل وكلاء بقية المراجع لكن التطبيق الثاني الذي نحن بصدده في هذه الحلقات عنوانه السستاني لذا سيكون الكلام مركزا على السستاني وإلا كما يقال المطرم الساوي نفس الشيء وكلاء السستاني ووكلاء بقية المراجع فمشكلة رشيد من جهة أولى مشكلة المنهج ومن جهة ثانية مشكلته هو شخصيا إنها مشكلة أصحاب العمائم الذين يفتقرون للعلم والثقافة ولا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة في نفس هذا السياق هناك فيديو اشتركت فيه مؤسستان مهمتان في النجف وهما من المؤسسات السابحة في فضاء السستاني المؤسسة الأولى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي والمؤسسة الثانية هي دار العلم دار العلم تلك المؤسسة الضخمة الكبيرة مؤسسة آل الخوئي التي يشرف عليها حفيد الخوئي إجواد الخوئي هاتان المؤسستان اشتركت في إنتاج فيديو للتبليغ العالمي وترجم إلى اللغة الإنجليزية نحن أخذنا مقطعا منه في السياق الذي أتحدث فيه في هذه الحلقة فانتبهوا إلى اللوغو في بداية المقطع وانتبهوا إلى اللوغو الذي يوجد على أعلى الفيديو اللوغو والعلامة في بداية المقطع إنها علامة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي دراسات دراسات تخصصية وفي الإمام المهدي واللوغو على الفيديو دار العلم يعني أن هذا الفيديو ناتج من مؤسسة العلم دار العلم لآل الخوئي ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وترجموه إلى اللغة الإنجليزية كي ينتفع العالم الغربي من علم النجف كي ينهل الغرب من نمير هذا الخريط سيخرج علينا العلامة رشيد الحسين برواية لا أدري من أين جاء بها من أين جاء بها لا أدري رجاء اعرضوا لنا الفيديو إخواني إذا شخص أكرمك بشيء واحد جاب لي هدية طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعا مو إنسان لعيم أكون ناس وأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم ولذلك في الرواية إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم نحن لا ندري هذه الرواية من أي صحيح من صحاح الأحاديث قد جاء بها هل هي من صحيح هيا مولبا أم من جامع أحاديث المدينة تأليف باقر الذين باقر الذين شخصية كوميدية ساخرة يعرفها النجفيون من شخصيات الستينات وسبعينات فلربما جاءنا رشيد بهذه الرواية من هذه المصادر التي لا تتوفر لدينا نسخها المخطوطة الشريفة اشجابك على الأحاديث وبعدين هاي وين لقيت الرواية هذا بيت شعر للمتنبي هذا هو ديوان المتنبي بين يدي وهذه القصيدة الدالية المعروفة في متحه لسيف الدولة الحمداني لكل امرئ من دهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العدى إلى أن يقول وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد هذا بيت شعر للمتنبي وهو قد سار مسار المثل يضرب به مثلا في حديث المتحدثين سار مسار الأمثال هذا هو واقع عمائم النجف حتى لا أستطيع أن أقول من أنهم في المستوى الثالث من الثقافة العام لأن هذا البيت سار مسار المثل حتى في هذا المستوى من الثقافة أنا لا أتحدث عن المستوى الأول من الثقافة العام ولا عنه الثاني أتحدث عن المستوى الثالث من الثقافة العام فهذا البيت سار مسار المثل في مستوى الثقافة العام الثالث هؤلاء ما هم بالمستوى الثالث من الثقافة العام ولذا أقول للأكاديميين وأقول لطلاب الجامعات ولطلاب المعاهد أقول لأبناء الشباب احذروا من هؤلاء الجهال الأغبياء هؤلاء لا يملكون لا ثقافة دينية ولا ثقافة أدبية ولا ثقافة معاصرة هذه بعارين بعارين وانهدت عليكم هدها السيستاني عليكم وهذه البعارين مهدودة على الشيعة من أيام الطوسي بس بعد 2003 صارت فضائيات وصار انترنت والأوضاع تبدلت وصار السيستاني هو الحاكم فهد هاي البعارين عليكم بعارين وانهدت عليكم فاحذروا من هذه البعارين انتم شفتوا مؤسستان من المؤسسات المهمة في النجف وهما من المؤسسات السابحة في جو السيستاني مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وجايبين هذا العلام يحدثنا عن الإمام المهدي ويقدم نصائح يجيبنا رواية عن المتنبي صلى الله عليه وآله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد يحضرني حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احذروا 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 صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع رجاء أعيد بث الفيديو حتى نتمتع بحديث رواة الحديث ذول هم رواة الحديث وصدقوني لو أن السيستاني يخرج رشيد الحسني أفضل من السيستان في الحديث مليون مرة أعرضوا لنا حديث رواة الحديث إخواني إذا شخص أكرمك بشيء وحد جاب لهدية طبيعي إذا أنا إنسان كريم طبعا مو إنسان لئيم أكل ناس لأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم ولذلك في الرواية إنه إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم الجزء الجزء الثاني من صحيح إنهيم واللبن الباب الرابع صفحة 320 رقم الحديث خمسة خاب تردون الدورون على الحديث هذا مصدر ومن إطلالة المبلغ الديني الرسمي للسيستان من هذا الخرط إلى خرط ثاني إلى سخافة وسفاحة الناطق العقائدي الرسمي للسيستان إنه أبو سمير أبو سمير الوائلي خلنشوف أبو سمير شراح يخرطن عن زيارة الحسين أعرضوا لنا الوثيقة رقم 67 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي الوائلي يحدثنا عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويتحدث عن تراب وعن عظام بالي الحسين عظام بالي رجاء أن أعرض لنا الوثيق الواقع دول اللي يتشورون احنا عندما نروح إلى كربلة نقف على عظام أو نقف على تراب هاي غلطانين أنا جاي أقف على موقف مو جاي أقف على تراب لا لا أنا جاي أقف هنا على شرخة دوت وما تجال مدوية محتواها التراب ما تجال مرفرف على هذا المكان أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أبو الشهداء جسدها على صعيد الطف ففي واقع الأمر أنا مو رايح أجور لعظام بالية ها أيا كربلة يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي الهبي ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطياب سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهبي إذن أنا في جيارتي للحسين ما رايح أجور لي قطع من التراب أو قطع من العظام البالية أبدا لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن جيارته أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وامثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا نعم لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين أبدا صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون والمضمون لا يموت الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه انتهى والضريح والإيوان ماتها والشموخ والعنفوان إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان إذن أنا مواقف مواقف على قبر بعظام بالية وإنما واقف على شرخ أشمعها مدوية والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد ما معنى هذه الزيارة من أنني أزور موقفا أزور صرخة مدوية أنا أقول للوائلي هذا ولمن على منهجه أنتم حينما تخاطبون الحسين بهذا الخطاب أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة أنك هذه تتحدث عن بقايا عظام بالية تتحدث عن صرخة مدوية أم أنها تتحدث عن كائن حقيقي بروحه وجسده وعلمه وولايته وسلطته مع من تتحدثون هذه زيارة وارث الجميع يقرؤونها أشهد أنك هذا الخطاب موجه لصرخة مدوية أو لمضمون هو يزوره أو أنه يكرم موقفا فهو لا يقف على تراب ولا يقف على عظام بالية هذا الهراء ما علاقته بثقافة العترة الطاهرة لماذا يريد السيستاني أن يثقف شباب الشيعة على هذا الهراء فحينما تخاطبون الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حين تقولون له كنت كنت أنت أنت كنت نورا هذا الخطاب للصرخة المدوية أو لموقف من المواقف أو لأي لون من ألوان الهراء الوائلي السيستاني هذا هذا خطاب لكائن حقيقي بروحه وجسده أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة وهذا الكائن ما هو بميت هو أمامي أخاطبه أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها يعني من أنك طاهر أمامي ليس هناك من نجاسة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وحينما أخاطبه وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى فهل كلمة التقوى وأعلام الهدى عظام بهلية أو تراب أو أنها صرخة مدوية أو أن ذلك يشكل موقفا حدث في يوم من الأيام وحينما نخاطب الحسين ونقول السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك فهل أنا عبد للصرخة المدوية أو أن ني عبد لذلك الموقف العظيم أو أن ني عبد للمضمون عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم إنني أخاطب حقيقة موجودة أشهد أنك تشهد مقامي ترى مقامي تشهد فأنت حاضر معي أقوى من ترى أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي فهل أنا أخاطب صرخة مدوية أو أنني أخاطب مضمونا رجاء أعيد بث الفيديو الواقع دول اللي يتشورون أحنا عندما نروح إلى كربلا نقف على عظام أو نقف على ترى هاي غلطاني أنا جاي أقف على موقف مو جاي أقف على تراب لا لا أنا جاي أقف هنا على صرخة دوة وما تزال مدوية محتواها التراب ما تزال مرفرفة على هذا المكان أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أو الشهداء جسدها على صعيد الطف ففي واقع الأمر أنا مو رايح أجور لعظام بالية ها؟ أيا كربلا يا عبير الجراء وزهوى الدم العلوي لأبي ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطياب سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهبي إذن أنا في جيارتي للحسين ما رايح أجور لقطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن جيارته أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا نعم لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين أبدا صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون والمضمون لا يموت الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه انتهى والضريح والإيوان ما تهى والشموخ والعنفوان إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان إذن أنا ما وقف ما وقف على قبر بيعظام بالية وإنما واقف على صرخ أشمعها مدوية والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد ما عندنا في الأحاديث الشريفة في ثقافة العترة الطاهرة أن نزور مضمونا أن نزور صرخة مدوية الموجود عندنا أن نزور الحسين عارفين بحقه أن نزور الحسين الحسين عارفين بحقه لا أن نزور مضمونا ولا أن نزور صرخة مدوية في نفس هذا الاتجاه السخيف والسفيه اعرضوا لنا الوثيقة رقم 68 من مجموعة وثائق ضلال الوائل من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق جاي أقبل فلة أقبل خشبة أبدا أنا واقف على موقف مواقف على تراب لا أنا جاي أقدر ألمح خلف الظريح موقف ألمح خلف الظريح صوت يهدر لا يزال يملأ أبعاد الوجود والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد أنا ألمح من وراء هذه الأحجار كتلة من الدم التي قذف بها الحسين إلى السماء وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي وفي نفس هذا الاتجاه الوثيق رقم 69 من مجموعة وثائق ضلال الوائل من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق إذن أنا عندما أقف على قبر ما جاي أقف على أحجار أمجدها أنا مو شمانش ما عندي مخ ما عندي فكر تجي تصحيح لفكري لا مو واقف على حجر أنا ولا واقف أكرم لي ميت أنا واقف أكرم موقف واقف على هالقبر مو على القبر نفسه واقف على موقف من المواقف ماذا المعنى من زار قبر الحسين أنا لا هي بثقافة وهابية ما هذه الثقافة المسخ لا هي بثقافة وهابية ولا هي بثقافة قطبية ولا هي بثقافة صوفية ما هذا الهراء هذه زيارة عاشوراء التي يوصي الأئمة أشياعهم إن كانوا قادرين على ذلك أن يقرؤوها في كل يوم في كل يوم ماذا نقرأ فيها ونحن نتحدث مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك نحن هنا نخاطب صرخة مدوية نخاطب مضمونا أم أننا نخاطب الحسين خطابا حقيقيا والأئمة يطلبون من شيعتهم إذا استطاعوا أن يقرأوا الزيارة هذه في كل يوم فهذا الخطاب خطاب مستمر عبر الأجيال منذ عاشوراء وإلى يوم الظهور الشريف حين نسلم على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك التفتوا وانظروا بدقة إلى الذي تقولونه أنتم تخاطبون الحسين بروحه وجسده ولذا تسلمون على الأرواح التي حلت بفنائه دققوا في لحن الكلام السلام عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هذه الكنية هل نخاطب بها صرخة مدوية نخاطب بها مضمونا نخاطب بها روحا من دون جسد هذا الخطاب لكائن متكامل بروحه وجسده السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح وهذا سلام على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني عليك أنت أنت يا أبا عبد الله عليك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم 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 السلام 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 على الحسين هذا خطاب للغائب أما في البداية أما في البداية نحن نخاطب الحاضر السلام عليك يا أبا عبد الله أنت أنت يا حسين كائن بروحك وجسدك تسمعني وتراني وترد سلامي أنت أنت يا حسين أخاطبك أنت لا أخاطب مضمونا كما يقول هؤلاء السخفاء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك في فنائك حلت الأرواح نحن هكذا نسلم عليهم بالضبط مثل ما نسلم على رسول الله في آخر الصلاة السلام عليك أيها النبي إننا نخاطب محمدا بروحه وجسده بكل حقيقته وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هو يرانا يرانا بروحه وجسده ونحن نسلم عليه ولذا يجب علينا أن نسلم على الأئمة في آخر الصلاة مثل ما يرانا رسول الله هذه الصيغة أن يكون السلام على رسول الله فقط صيغة شافعية وردت في رواياتنا لكنها جاءت بلسان التقية تبنىها أطوس وتبنىها مراجع النجف من بعده وإلا كتب مراجع الشيعة الذين قبل طوس السلام على الأئمة موجود في آخر الصلاة عودوا إلى الرسالة العملية للشيخ الصدوق عودوا إلى الرسالة العملية لوالد الشيخ الصدوق عودوا إلى الرسالة العملية للشيخ المفيد في آخر الصلاة حينما نسلم نسلم على النبي وعلى الأئمة أما هذه الصيغ الموجودة في الرسائل العملية لمراجع النجح في الغبران هذه صيغة شافعية علينا أن نسلم على النبي وعلى أهل بيته في آخر الصلاة وإلا هذا سلام أبتر كالصلاة البتراء هذا سلام النواطصبي في آخر صلاتهم سلام شيعة علي وآل علي في آخر صلاتهم لا بد أن يكون مجتملا على السلام على النبي وعلى آله الأطهار لأنهم ينظرون إلينا فهل من الأدب نسلم على رسول الله ولا نسلم على إمام زماننا الذي هو مسؤول عننا ونحن مسؤولون عنه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبحسب قراءة أهل البيت والمؤمونون إنهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع لأنني إذا ما دخلت فيه سأطيل الكلام نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عمبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه ومن عظام الحسين البالية إلى دمه النجس الوثيقة السبعون وثيقة رقم سبعين من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة مية وخمسة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق دمه الحسين حتى بعد استشهاده دمه النجس الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دمه الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتي بإذنه ويحتي بحقله ما غريب والله غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين قدتوا لما تجون تقولون أن هذا لي أنبيها لا ما عندنا الشكل لي أنبيها دمه الحسين اطلاقا ما يمهل معنا ذول اللي كانوا ينقتلون في حرب داعش شباب الشيعة واللي ما يحرفون يشطفون وما يحرفون يصلون حينما يقتلون في ساحة المعركة بحسب فتاوى مراجع النجف لا يحتاجون إلى تكفين وإلى تغسيل ودماؤهم طاهرة ذول دماؤهم طاهرة ودموا الحسين حتى بعد استشهاده نجيس هذا هو الذي يريد السيستاني من الشيعة أن يتعلموه من الوائل وهو يفتي بطهارة دماء الذين يقاتلون من شباب الشيعة في ساحة المعارك يقتلون مع داعش يفتي بطهارة دمائهم ليس هو فقط حتى المخالفون هناك كثيرون من فقهاء المخالفين يقولون من أن المسلم إذا قتل في المعركة في معارك الجهاد لا يحتاج إلى تغسيل ودمه طاهر مع أن دمه في الأصل كان نجسا ولكن بسبب استشهاده فإن دمه فإن دمه النجس سيصبح طاهرا والحسين الذي هو أصل الطهارة والطهر دمه نجس حتى بعد استشهاده هذا هو منطق حوزة النجس هذا هو منطق الناطق العقائدي الرسمي باسم السيستاني فالسيستاني يتبنى أفكاره لو لم يتبنى أفكاره لأشار إلى بعض المطالب في حديث الوائلي ومنع من نشرها ما هذه المجالس تبث عبر قناة كربلاء عبر الفضائيات السيستانية المختلفة وحتى عبر الفضائيات الشرازية المختلفة رجاء أعيد بث الفيديو الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا جيد هذه 1340 سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل جد ما يخلص ما تفهمني أنتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتي يحتي بإذنه يحتي بعقلك ثم بعدين هذه كتبنا رينا أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين قدتوا لما تجون تقولون أن هذا لي أنبيها لا ما عندنا الشكل لي أنبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنا ومن هذا الهراء من هراء الوائلي وهو هراء سيستاني صرف قذر نجس إلى أبعد الحدود إلى هراء تلميذ من أبرز تلاميذ السيستاني إنه منير الخباص يحدثنا عن أن الحسين كان محتاجا إلى تغسيل بعد استشهاده هذا يعني أن دمه كان نجسا باعتبار أن السيستانية يفتي بنجاسة دماء المعصومين هذا كتابه أمامي هذا هو الجزء الأول من حاشيته على العروة الوثقة وهو الجزء الثامن عشر من مجموعة كتبه الجزء الأول من حاشية السيستاني على العروة الوثقة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير وفي البداية كتب السيستاني من أن العمل بهذه الرسالة العملية عمل صحيح يجوز العمل بكتاب العروة الوثقة للسيد الطباطباء قدس سره مع مراعات ما علقته عليه والعامل مأجور إن شاء الله تعالى ست ذو الحج ألف أربعمية وأربع عشر هجر قمر علي الحسين السيستاني مع ختمه الشرعي المعروف صفحة أربعة وخمسين رقم المسألة مية وستة وثماني ما أفتى به كاظم اليزدي في العروة الوثقة أفتى بنجاسة دم المعصوم السيستاني لم يعلق شيئا هذا يعني أن الفتوى هيه وهذا هو المتعارف في التعليقة وفي الحاشية على الرسائل العملية فحينما لا يعلق المرجع الثاني على فتوى المرجع الأول هذا يعني أن فتواه تتطابق بدرجة مئة بالمئة مع فتوى المرجع الأول المرجع الأول كاظم اليزدي إنه صاحب الرسالة الأصل أفتى بنجاسة دم المعصوم مسألة مئة ستة وثمانية السيستاني لم يعلق هذا يعني أن فتوى السيستاني تتطابق مع فتوى اليزدي بدرجة مئة بالمئة وهذا هو الذي نعرفه عن السيستاني من قوله بنجاسة دم المعصوم لكن المسألة هنا تتحدث عن نجاسة دم المعصوم في حياته أما إذا قتل في ساحة المعركة فيحكم بطهارة دمه مثلما يحكم بطهارة دم الذين قاتلوا داعش من الشباب اللي ما كانوا يعرفون يشطفون ولا يعرفون يصلون وربما البعض منهم أصلا ما مصلي طيلة حياته في الأيام الأخيرة التي ذهب فيها للقتال قام يشوف الوادي مصلي وقام يصلي وياه فهؤلاء دمهم طاهر ودم المعصوم أيضا طاهر إذا كان مثلهم إذا قاتل في ساحة المعركة هذا يعني أن دم أمير المؤمنين الذي سفك في محرابه في مسجد الكوفة كان نجسا لأن الأميرة لم يقتل في ساحة المعركة وهذا يعني أن الدماء التي نزفت من صدر فاطمة صلوات الله عليها حينما قتلوها بين الباب والجدار كان الدماء النجسة دماء فاطمة نجسة ودماء علي النجسة السستاني يقول السستاني السستاني هو الذي يقول كافم اليجدي هو الذي يقول ماذا أعلق على هؤلاء وماذا أعلق على أمثال الوائل ومنير الخباص هذه المجاميع من السرابيت والسثلة الذين ينتقصون من أئمتنا ويقولون ما يقولون المشكلة ليست فيهم المشكلة في هؤلاء الشيعة الحمير الذين يقدسونهم ويأخذون دينهم يأخذون دين الحمير من هؤلاء الحمير أعرضوا لنا أعرضوا لنا منير الخباص نأتي إلى النقطة الثالثة ما هو حكم الشهيد في الإسلام لاحظوا يا إخوان ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفنه ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفنه أي حسين عليه السلاك سيد الشهداء ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن أي حسين سيد الشهداء لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشن لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد الآن أقرأ لك الشروط هي التي يذكرها الفقهاء السيد قدس سره صيد آية الله العلم السيد عبدالعلى السلزواري قدس سره الكتاب مهدد الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض بهذه الشروط بأدلتها يقول الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أذان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكثن ويحنط قال عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه لا يغسن ولا يكثن يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسن ويكثن ويحنط ويصلى عليه لأن رسول الله إلى آخر الروايات ما حقشن الشرط يعني أن يمود في المعركة شرط إنما لا يغسل ولا يكثن إذا نات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا يعني أصابته الجراح أسخنته الجراح ونطل بس ما أسعفهم الوقت في الطريق مات مثلا ما أسعفهم الوقت مات هذا الذي لا يغسل ولا يكثن أما لو شخص أصيبه بجراحه مات بعد يوم أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة لا يغسل ويكثن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكثن من مات في نفس معركة أو مات بعدها بقليل جدا أما إذا مات بعدها بقصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة لكن إذا مات بقصل معتز له فإنه يغسل ويغسل وعنه عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وعنق وصلي عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه وفي خبر أبي خالد أغسل كل الموت أي ميت مسلم يغسل الغريق الغريق شهيد لكن يغسل أكليل السبع اللي أكلته الرئاة يغسل وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين يعني ما أنك في تاحتي حرب إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا إلا ما قتل بين الصفين أدري الحسين وقتل ببيض خارتيك وإلا ما قتل إلا ما قتل إلا ما قتل إلا ما قتل مطاية بقار بشار مؤنتجة تقرأ الروايات الذي يقتل بين الصفين لا يغسل فلماذا الحسين فلماذا الحسين يغسل لماذا الحسين مثل ما قال صاحب الأمر في زيارة الناحية السلام على المغسل بدم الجراح إذا كان الأمر إذا كان الأمر كذلك فإنك تشكك في شهادة الحسين وتشكك في عصمة السجاد السجاد حينما أشرف على دفن الحسين بل دفنه بيده وكان قادرا على تغسيله لماذا لم يغسله قطعا أنتم لا تأخذون بهذه الروايات السستاني لا يؤمن أن السجاد قد غسل الإمام الحسين هذه روايات ضعيفة الأسانيد بحسب منهج علم الرجال علم القنادر لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل إلا أن الصورة باتت واضحة تخبرنا عن أجواء الثقافة العقائدية السستانية فهذا منير الخباس من أبرز تلامذة السستاني فنحن بين أبرز تلامذة السستاني والناطق العقائدي الرسمي للسستاني الوائلي والمبلغ الديني الرسمي للسستاني رشيد وما بين فتاوى السستاني التي تقول بنجاسة دماء المعصومين فأعرف أعرف ثقافة مراجعكم نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهم السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولما جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا ومن نجاسة دم الحسين إلى غائط السجاد الذي كان يلطخ بدنه بغائطه هكذا هم يقولون مراجعكم خطباكم السفلة ونحن في يوم شهادة إمامنا السجاد مجالس الوائلي تبث على الفضائيات يتحدث فيها عن أن السجاد ملطخ بغائطه وهم ينظفونه من غائطه هذه ثقافة النجف ثقافة الغائط والقذارة التي يتقيؤونها وينسبونها إلى محمد وآل محمد هذه الثقافة الغائطية السستانية فإن السستاني يريد منكم أن تتثقف بثقافة الوائل الغائطية سأعرض لكم سأعرض لكم ويتحدث عن أن الإمام السجاد ملطخ بغائطه لأنهم يقولون من أن السجاد كان مصابا بإسهال شديد هذا يعني بعد انقطاع الماء وعبر الطريق من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام بقي الإمام على مرضه فكم هي كمية الغائط التي كانت موجودة على بدنه وعلى ثيابه تقبلون أن تتصوروا إمامكم بهذه الصورة ما هذا منطق مراجعكم في النجف ما أنا الذي أقول هم يناقشون أحاديث أهل البيت التي تتناول مقاماتهم السامقة يشككون في أسانيدها مع أن أسانيدها صحيحة رواتها من خيرة أصحاب الأئمة لكنهم هم يتهمونهم بالغلو وأمثال ذلك أما أن ينقل لنا الشيخ المفيد كلاما عن قتلة الحسين السند حميد بن مسلم أحد المشاركين في جيش عبيد الله بن زياد هذا أحد المجرمين حميد بن مسلم هو الذي نقل حديثا من أن الإمام السجادة كان مصابا بمرض الإسهال الشديد الشيخ المفيد اعتمد كلامه في كتابه الإرشاد هذا الإرشاد للشيخ المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة صفحة 351 تبدأ رواية حميد بن مسلم ألا لعنة الله عليه ويأتي في تفاصيل الرواية في صفحة 352 وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب والذرب هو الإسهال الشديد والشديد جدا بحيث أن المصاب به لا يستطيع أن يضبط نفسه يبقى الإسهال مستمرا يقول وقد أشفى أشفى على الهلاك قرب الهلاك وهو مريض بالذرب هذا الكلام نقله المفيد في الإرشاد عن حميد بن مسلم إنه أحد أعوان بن زياد هذا هو سند الخبر لماذا تأخذون بخبر مرسل مقطوع ما هي الوسائط بين المفيد وحميد بن مسلم وحميد بن مسلم من قتلة الحسين فكيف تأخذون بخبره وأحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم ماذا أقول لكم يا أولاد الحرام ماذا أقول لكم يا أولاد الحلال أنتم ماذا تفعلون ماذا تفعلون لماذا هكذا تفعلون أحاديث أهل البيت يرويها أصحاب الأئمة ترفضونها لأنها تتحدث في مقامات آل محمد السامقة في شؤونهم الغيبية زيارات وأدعية يرويها لنا أصحاب الأئمة الأجلاء ترفضونها حديث لا سند له ما بين حميد بن مسلم والمفيد لا يوجد شيء حميد بن مسلم حضر الواقعة من جملة قتلة الحسين والمفيد توفي سنة 413 للهجرة والواقعة حدثت سنة 61 للهجرة في بداية سنة 61 للهجرة والمفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة لا يوجد أن يراون فيما بين حميد ابن مسلم والمفيد لا يوجد سند أصلا وحميد صبي ملعون على لعنة الله عليه هو الذي يقول من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرة ولا يوجد مصدر آخر على الإطلاق ما ورد في بعض الروايات من أنه كان مبطونا هل مبطون لكس الذي هو مصاب بالإسهال نعم قد يوصف المصاب بالإسهال من أنه مبطون ولكن الذي يصاب بالحمى يقال له مبطون أيضا فإن الحمى قد بطنته بطنا يعني أنها انتشرت في داخل جسمه وخارجه فيقال فلان بطنته الحمى هذا ما هو كلامي هذه كتب اللغة وقواميسها هذا لسهان العرب لابن منظور الجزء الأول والثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 105 من الجزء الثاني من العمود الأيمن والمبطون العليل البطن ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالإسهال عليل البطن ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالإسهال فالأمراض البطنية بالمئات إن لم تكن بالآلاف وليس كل الأمراض البطنية من أعراضها الإسهال بعض الأمراض البطنية من أعراضها الإسهال والمبطون العليل البطن يقال بطنت بك الحمى أي أثرت في باطنك ورجل مبطون يشتكي بطنه فالمبطون عنوان يشتكي يوصف به المصاب بالحمى والمصاب بأمراض البطن ويوصف به أيضا المصاب بالإسهال فلماذا يحصر هذا الوصف في إمامنا السجاد بالإسهال لماذا لأن هذا النصبي حميد ابن مسلم ألا لعنة الله عليه قال من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب فما ناقشوا في سند الرواية التي أساسا ليس لها من سند كلام نقله ناصبي من قتلة الحسين تسالموا عليه صدقوني كل حديث فيه نقص ينسب للأئمة يقبلونه من دون نقاش في سنده هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء السفلة وكل حديث فيه مدح وعلو شأن للأئمة يضعفونه ويشككون فيه وينكرونه بعد ذلك كل النقائص ينسبونها للأئمة وأنتم لاحظتم رشيد الحسين وهو يحاول أن يدافع عن نفسه ينسب النقص لأمير المؤمنين من حيث لا يشعر لأنه تعلم هذا في مدرسة مراجع النجف السفلة سود الله وجوههم من أولهم إلى آخرهم ما هي هذه نتائجه ضياء الخباس يحدثنا عن هذه القذارة إبن شهر أشوب القمي عليه الرحمن في كتاب المناقب ينقل هذه العبارة يقول وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت فنسق فضلتها شنو العلاق من تمزيق الدرع وبين المرض هذا شيء نحن لا نفهمه لكن هذا النص موجود وكان سبب مرض زين العابدين أنه أراد أن يلبس درعا ففضله يعني كانت الدرع ماذا كبيرة عليه فأراد أن يمزق فضلتها فتمرض عليه السلام هذا يعني أن الإمام لما استعدل المشاركة في واقعة كربلان ولبس درع المشاركة في واقعة كربلان أصابه المرض فلم يشارك إحنا نقول ما كتنافي بين هذين النص بحيث أننا إذا أخذنا بهما فإننا نقول بأن الإمام شارك أو لم يشارك لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين لا نقول يمكن الجمع بينهما ولا ما لعم ذا شلو شلو شوف النص الثاني يقول وكان سبب مرض زين العابدين ماذا أنه نبس دوعا ففضلا هذا سبب المرض أما أن المرض قد أصابه بشكل مباشر بحيث منعه من المشاركة في القتال هذا النص لا يظن على ذلك إذ لعلن سبب المرض قد تحقق ولكن المرض لم يتحقق إلا بصورة ماذا تدريجي فبعد أن لمس الدر وفضلا ومزقها تحقق سبب المرض إلا أن ذلك لم يمنعه من ماذا من المشاركة فشارك في وارعة كربلان حتى ارتز وأذخن بالجراحات صلوات الله وسلامه عليه وتزامن المرض مع ماذا مع الجراحات الشديدة لما نرجع إلى الروايات الروايات تحدثت عن مرض الإمام زين العابد فالرواية عن الإمام الباكر عليه السلام يقول وكان أبي مبطونا يوم بتن أبوه في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليها الرحمن في إعلام وراء بإعلام الهدى يقول وكان فيهم يعني في السبايا وكان فيهم علي بن الحسين وهر قصار بداء الذر الإمام زين العابد الإمام الباكر يقول كان مبطونا نص طبرسي يقول وهو مصاب بداء الذر هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما بل أحدهما يفسر آخر وكان مبطونا كان يشتكي من ألم في البطن الإمام عليه السلام كان يشتكي من علة باطنية هل هذه بسبب تمزيق الدر أم لها سبب آخر نحن لا نعلم إلا أنه كان يشتكي من علة باطنية هذي العلة الباطنية فسرها نص وكان مصابا بداء الذر داء الذر داء يصيب المعدة فلا تهدم طعاما ولا تمس طعاما فتصور حال الإمام زين العابرين عليه السلام من ناحية بطنية الجراحات حتى لم يبق منه إلا أول من ناحية كان مبطونا وكان مصابا بداء الذر بحيث ما كان تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت في نص الطبرس يقول وكان قد أشفى أشفى تدري يعني شنو يعني خلاص أشرف أشرف وكان قد أشفى يعني أشرف على الموت بلغ به المرض إلى حد أشرف فيه على الموت ما هذا الذي ينقله عن الطبرس هو نفسه الموجود عند المفيد وهو نقله عن المفيد المصدر الأصل هو المفيد والمفيد نقله عن حميد بن مسلم الذي حدثنا عن أن الإمام مصاب بداء الذرب أو داء الذرب وهو الإسهال الشديد والشديد جدا ها هم خطباء السيستاني هذا شقيق منير الخباس ضياء الخباس شقيق منير الخباس من نفس الجوقة السيستانية فهو يحدثنا عن مرض الإمام السجاد وعن إصابته بالإسهال استنادا إلى الطبرس الطبرس من أين نقل الكلام نقله من إرشاد المفيد المفيد من أين جاء بالكلام جاء به من حميد بن مسلم الناصبي فصار الإمام السجاد مصابا بمرض الإسهال ماذا يترتب على ذلك أن الإمام كان ملطخا بغائطه كان مقيدا بالحبال والجامعة في عنقه إلى بقية التفاصيل التي تستطيعون أن تتصوروها أنتم من ضياء الخباز إلى سام البدري علي بن الحسين عمره 22 ويفسر أن يقاتل مع علي الأكبر ومع بقية الأشحاب وأعمامه لماذا لم يقاتل علي بن الحسين مريض من يوم اثنين محرم من يوم الأول الذي نزل به الحسين عليه السلام في كربلان بدأ المرض عليه وأصيب بالذعب بالذعب يعني الإسهال ولا حقضوا هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم عمره 23 سنة لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة ذبل الإنسان قال الإنسان الإنسان صار جلد على العرمسان إذا دعب ما يقدر يعني ينكفر إلا يمتسان ويسند السلام الله والتالي صار معذور شرعاً من التكار يعني قادر للنحية التكوينية عن أن يقاتل حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان على الأقل رجل مبين وأرادوا أن قالوا هذا باقي من هالذرية غادروا قتنوه قالوا دعوه لماذا به شما ما يجعل فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء هذه آية هذه آية لأن عزيز الحشير وصي الإمام مصاب بالإسهال الشديد ماذا تقولون أنتم هذا الكلام منطقي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا الرس كما حدثتكم في الحلقات الماضية وجئتكم بآيات من الكتاب الكريم بشكل واضح آيات تتحدث عن الرس المادي وعن الرس المعنوي وآية التطهير واضحة في أن التطهير من كل ألوان وأشكال الرس لكن هؤلاء غارقون في الثقافة الناصبية وغاطسون في العيون الكدرة القذرة هذا الموضوع أنا قد طرحته وناقشته بشكل مفصل في برنامج إطلالة على هالة القمر أنا لا أريد أن أناقش الموضوع في جميع مصادره وفي كل نصوصه فهذا يحتاج إلى وقت طويل والحلقة ليست منعقدة لهذا النقاش إذا أردتم الاستزادة في هذا الموضوع فعودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر ناقشت الموضوع بشكل مفصل يمكنكم أن تنتفعوا منه كثيرا ومن سام البدري إلى أبي سمير الوائلي وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في كلامه وهو يتحدث من أن الغلمان كانوا يحملون الطشوت لتنظيفه لتنظيف الإمام السجاد من أي شيء لتنظيفه من غائطه الذي تلطخ بثيابه وبدنه بسبب مرض الذرب أو الذرب إنه مرض الإسهال أعرضوا لنا فيديو الوائلي والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليا وما حصل عليا أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول الإمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة منعه الحشين جذبه من ردائه قال أخي جينب احبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد وحق جبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرجل كذب لا حقيقة لهذا الكلام الذي يقوله أولا لو بحثتم كل الكتب عند الشيعة والسنة لن تجدوا قولا للإمام الباقري كما هو يقول أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني لو بحثتم مليون سنة لا توجد كلمة للإمام الباقري بهذه الصيقة ولا حتى بما يقاربها لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة وأتحدى الجميع أن يأتوني بشيء من هذا هذا كذب وافتراء على الإمام الباقر كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه وحق الحسين هذا الكلام ليس موجودا هناك رواية تقول من أن موالينا كانوا يحملون الماء ويدخلون به على الإمام السجاد لأنه كان مصابا بالحمى فكانوا يصنعون له الكمادات لتبريد جسده مصاب بالحمى وكانت الأيام كما مر علينا هي أيام القيض أيام محرم كانت في أيام تموس في وسط تموس كما أشارت إلى ذلك زيارة الناحية المقدسة تلفح وجوههم حر الهاجرات حر الهاجرات أواسط شهر تموس لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة كثيرا فكانوا يحملون الماء للإمام السجاد كي يشرب منه وكي يصنع له كمادات لتبريد بدنه قطعا حينما كان الماء موجودا بعدما فقد الماء بقي الإمام السجاد من دون ما كبقية الذين هم في معسكر الحسين أما أن الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه وحق شرف الزهراء هذا كذب لا وجود له لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة هذا موجود عند السيستاني فقط لأنه هو الذي يريد منكم أن تتثقفوا بثقافة الوائلية هذا وحق الزهراء البتول وأتحدى الجميع أن يأتوا بنص في هذا المضمون من أن الغلمان كانوا يحملون الطشوت لتنظيف الإمام السجاد لا وجود لنص كهذا لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة على الإطلاق هذا الرجل كذاب 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 سافل 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 يكذب على الأئمة بحسن نية بسوء نية لا أعبأ بذلك لكن لا وجود لمثل هذه المعلومات وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أتحدث عبر الأخمار الصناعية وببث مباشر وبإمكان الذين يريدون أن يكذبوا كلامي هذا أن يأتوا بأدلتهم مثل ما أطرح أدلتي أنا متأكد مما أقول فأنا الخبير بالمكتبات وبالكتب لا وجود لمثل هذا الكلام على الإطلاق وإنما الموجود يحملون الماء إليه لماذا؟ لأنه كان مصابا بالحمى كان مبطونا كان مبطونا بالحمى هؤلاء فسروا المبطونة بالمصاب بالإسهال استنادا لرواية هذا الناصبي حميد بن مسلم الذي قال من أن الإمامة مصاب بالذرب أو بالذرب وهو الإسهال الشديد أنتم ماذا تقولون بعد هذه التفاصيل رجاء أعيد فيديو ألوائلي كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في كلامه والشيء الوحيد الذي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليا وما حصل عليا أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهى ضيقاته مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبسيه لألا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد هذا الموضوع يطرحه كل الخطبة وقد عرضت في برنامج إطلالة على هالة القمر عرضت الكثير منهم وهم يتحدثون عن إصابة الإمام السجادي بمرض الإسهال وهذه الأحاديث تبث على حد سواء على الفضائيات السستانية القذرة وعلى الفضائيات الشرازية القذرة هذا الكتاب الذي بين يديه معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني هو جزء من دائرة المعارف الحسينية لمحمد صادق الكرباسي معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني دائرة المعارف الحسينية محمد صادق الكرباسي المركز الحسيني للدراسات لندن المملكة المتحدة إذا ما ذهبنا إلى صفحة ثلاثمية وأربعة وثمانين وثلاثمية وخمسة وثمانين الحديث هو الحديث عن إصابة إمامنا السجادي بمرض الإسهال الكلام هو الكلام هذا الكتاب طبع على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة مكتوب هنا بيان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة كربلاء المقدسة هذه الموسوعة موسوعة شيرازية في أصلها محمد صادق الكرباسي هو جزء من الجو الشيرازي صحيح هو مستقل بنفسه لكنه هو جزء من الجو الشيرازي وهذه دائرة المعارف الحسينية هي جزء من التثقيف الشيرازي فهذا الجزء من دائرة المعارف هذا عنوان للاتفاق ما بين السيستانيين حيث قد طبعوا لهم هذا الكتاب على نفقة العتبة العباسية وبين الفكر الضال الذي أثبته الكرباسي هنا حيث وصف الإمام السجاد من أنه مصاب بمرض الإسهال يتعاونون على الباطل لا يتعاونون على الحق الشيرازيون والسيستانيون مختلفون فيما بينهم لكن إذا وصلنا إلى أن نتعاون على الحاق النقص بمحمد وآل محمد فإننا سنتعاون حينئذ وهذا مثال واضح على ذلك قطعا اطلعوا على الكتاب قبل أن يوافقوا على طباعته فهل سيوافقون على طباعة كتاب لي مثلا العتبة العباسية إذا طلبت منها أن تساهم في طباعة كتاب لي هل يوافقون على ذلك لماذا وافقوا على طباعة هذا الكتاب وفيه ما فيه من الحاق النقص بإمامنا السجاد أنا أنا أحدثكم أنتم أنت 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 هذا أنت أنت ولك أنت أنت اللي تطبخ آش اليوم شهادة السجاد من طيح الله حظك وحظ آشك يا أخبر جاء هذه صورة الزمال اللي حاط فوق بالهيئة هذا الزمال هذا المرجع ما هذا يقول عن إمامك السجاد ملطخ بالغاءة طيح الله حظك وحظ آشك وين مخلي صورة هذا الزمال هذا المرجع وإنت أنت مسوي شلة للسجاد هذا خطيب الزمال اللي جايبه يقرأ عندك ما هذا يقول الإمام السجاد ملطخ بالغاءة طيح الله حظكم وحظ مجالسكم وحظ مراجعكم يا سفلة ينت تنتبهون ولكم مطايا أنتم ولكم شنو أنتم ولكم ذول السرسرية ذول المراجع سرسرية سفلة ذول الخطباء سرسرية سفلة هكذا يتحدثون عن إمام السجاد من أنه ملطخ بالغاءة تقبلون ذلك إذن لماذا تعلقون صورهم إذن لماذا تأتون بهم لحسينياتكم ومواكبكم يا أيها الغبران الثولان طابق لآش مسوي لآش وفرحان مكيف ومعلق صورة هزمائي لهذه بهيئته ماذا أقول لكم هذا هو الواقع الفاسد لمراجع النجف وكربلاء ويقولون بعديا من أن الأمة صلح حالها بعد الحسين أي حال هذا الذي صلح أخرجون أخرجون عبد المهدي عبد السفياني هذا ما هو بعبد المهدي هذا عبد السفياني أخرجون أخرجون عبد السفياني الكربلاء وهو يمجد بالوائل هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخل الدكرة وأن نخل مدرسته لذلك أمل من الأخوة ساتذتنا الكرام الأخوة عملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف لعله قد أبالغ لا أعلم أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية هذا الرجل حقيقة أنا أحيانا أتساءل كيف أن محاضراته أحيانا أستمع إلى محاضراته ربما استمعت إلى واحدة منها من قبل ولكن حينما أستمع إليها مرة ثانية أجدها غضة طرية وكأنني أستمع إليها لأول مرة ما السر في خلود هذه الكلمات ما هي تلك المواصفات التي كان يحملها الشيخ رحمه الله حتى صارت محاضراته خالدة إلى يومنا هذا وهي كل ما نستمع إليها نجدها غضة طرية وما السر في هذا الانتشار بأنه في تلك الأوقات التي كان يبقى فيها المجالس لم تكن هناك فضائيات ولم تكن هناك إمكانات إعلامية واسعة وإنما مجرد كاميرات بسيطة تسجل هذه المحاضرات ولكن شاء الله تعالى أن يكتب لها الخلود السر في أنك تجدها غضة طرية يا شخ عبد المهدي الكربلاء هو المنهج الناصبي الذي أنت عليه هو الضلون عوجان مثل ذيل تشلب ما زلتم على منهج مراجع النجف لأن مراجع النجف عوجان مثل ذيل تشلب وسبب هو منهج الطوسي منهج الطوسي أعوج مثل ذيل تشلب وليمشي على هذا المنهج يصير أعوج مثل ذيل تشلب مستحيل عدل مستحيل عدل ما هي هذه الخصائص الوائلية يا شيخ عبد المهدي الكربلاء ما هي هذه الخصائص الوائلية أن يلطخ إمامنا السجادة بالغائط من ضيح الله حظكم وحظ الوائل وحظ الخصائص الوائلية وحظ مرجعية النجف وحظ خطباء مدرسة الوائل وحظ المنهج الطوسي هذا هو دين أنتم ماذا تقولون هذه المطالب والوثائق والحقائق التي أعرضها بين أيديكم تحرك غيرتكم أو لا بس هو الغير السيس إشلون تتحرك غيرته على أي حال صار واضحا من أن مراجع النجفي وكربلاء قد كذبوا علينا الكذبة الكبرى لازال الحديث متواصلا يا صاحب الأمر في يوم جدك السجاد أبرأ إليك من منهج هؤلاء وأبرأ إليك من عقائد هؤلاء وأبرأ إليك من دين هؤلاء أبرأ إليك من دين السيستاني ودين عبد المهد الكربلاء ودين الوائلي ودين سام البدري ودين ضياء الخباس وأمثال هؤلاء من السفلتي الذين غطسوا في قذارة النواصل أبرأ إليك من دينهم ومن عقائدهم يا ابنة رسول الله فاكتب لي هذه البراءة بحق أمك فاطمة نلتقي غدا كي نكمل الحديثة في قذارة السيستاني أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي